مساء الخير على كل مشاهدين اهلا بكم النهاردة وحلقة جديدة من برنامج التحدي الحقيقة النهاردة معانا موضوع شايد جدا ومهم جدا جدا اظن ان في ناس كتيرا ما تعرفش حاجة عن الغضة الدراقية غير انها بتسبب ياسمنا يا نحافة اما الجزء التاني بقى فما يعرفش عنها اي حاجة خالق لا فوائدها ولا اضرارها ولا حتى مكانها علشان كده النهاردة هنعرف كل حاجة عن الغضة الدراقية من خلال ديف اللي منورني دكتور مرزوق عرف عبداللطيف اخصائي الغضة السماء بكلية الطب جامعة الاسكندرية وعدو جامعية الاسكندرية للغضة الدراقية وعدو الجامعية المصرية للبدانة والغضة السماء والسقر اهلا بك دكتور اهلا وسلم بحضرتك كيف عندك انا طبعا انا قبل ما ابدأ بس طبعا انا برحب بحضرتك انا برحب بالاستاذ رمضان طبعا سيد رمضان حلمي يعني الزميل محترم واخ يعني فاضل طبعا الغضة الدراقية ديت هي بس حضرتك قلت الغضة هي الغضة الدراقية هي غضة واحدة الغضة الدراقية ديت هي عبارة عن غضة موجودة في اسفل مقدمة الرقبة مسؤولة عن افراز هرمون الغضة الدراقية اللي هو T3 و T4 طبعا دول مسؤولين على كثير من انشطة الجسم المختلفة وللأمانة يعني عشان بس نكونوا واقعيين الغضة الدراقية مش واخدة حقها يعني حضرتك احنا في الفترة الأخيرة مع الندوات التسقفية اللي احنا بنعملها والشغل اللي احنا بنعمله حتى عندنا في واحدة غضة السلامة في جمعات اسكندرية ابتدى يكون فيه تسقيف عن الغضة الدراقية لكن الغضة الدراقية مساهمة في حاجات كتير جدا يعني زي حضرتك مثلا المسؤولة عن انتظام ضلمات القلب مسؤولة عن الإنجاب مسؤولة عن سقوط الشعر من عدمه يعني حضرتك لو فيه هنتكلم ان شاء الله بعد كده عن الموضوع ده مسؤولة عن طبعا زي ما حضرتك تفضلت قلتي السمنة والنحافة ده أحد الأجزاء يعني طبعا فيه أسباب تانية أخرى مسؤولة عن أشياء كتيرة جدا هننقشها ان شاء الله بالتفصيل لكن الغضة الدراقية بتعتبر زي الأستاذ الدكتور سامير نعيم أستاذي والمايسترو بتاعنا بتاع واحدة الغضة ما بيقول بطارية الجسم نسأزينا كدكتور بس عنا قد فاصل سعرية ونرجع لطفا ورجعنا لحضرتكم بعد الفاصل وطبعا نحب نرحب بدكتورنا نغضة دكتور مارزو عرفة أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بك دكتور دكتور احنا عايزين نعرف ايه هي مشاكل الغضة الدراقية طبعا هو الايتم أو كلمة مشاكل الغضة الدراقية ده بحر واسع كبير جدا لكن احنا نختصر الموضوع في نشاط وكسل الغضة الدراقية احنا عندنا طبعا أول حاجة هي كسل الغضة الدراقية وهي ان احنا زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل احنا عندنا غضة في أسفل مقدمة الرقبة بتفرس هرمونين اسمهم التسري والتيفور طبعا بيتحكم في ذلك هرمون الغضة النخامية اللي هو التي اس اتش ده اللي بيدي إشارة للغضة الدراقية اللي هي تفرس هرمونات الغضة الدراقية لما بيكون فيه مشكلة سواء أولية في الغضة الدراقية أو سنوية من فوق والأغلب بيكون مشكلة أولية حضرتك ده بيعمل على ان يكون فيه مشكلة سواء بالزيادة أو النقصان في هذا الهرمون سواء المشكلة المناعية أجراحية إشاعية زي ما نتكلم بعد كده ان شاء الله لكن أهم مشكلتين هما كسل ونشاط الغضة الدراقية طبعا الكسل ده بكل أعراضه والنشاط بكل أعراضه وفيه طبعا مشاكل تانية زي وجود ورم سواء حميد أو خبيص بالغضة الدراقية دي كلها مشاكل احنا بنواجهها فيه أو طبعا تدخم الغضة الدراقية في حد ذاته دي مشاكل كتيرة جدا احنا بنقابلها في موضوع الغضة الدراقية دي بالزيادة طب هل يا دكتور فيه أعراض بتظهر على الشخص تدل على ان هو عنده ترفل فيهرمون الغضة الدراقية طيب أول ده السؤال ده سؤال يعني كبير برضو لكن احنا هنحاول نختصر به طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده يعني عشان أنا قلت في الأول إن مفيش يعني الغضة الدراقية مش واخد حقه فاحنا لازم نكون ملمين بأعراض نشاط وكسر الغضة الدراقية ده زي ما قلنا اللي يكون الغضة الدراقية في حد ذاتها مشكلة أولية حصلة فيها تأخذ بالحضرتك بيكون الهرمون بتاع الغضة الدراقية قليل إيه الأعراض بتاعته الأعراض بتاعته رقم واحد زي ما يعني ما احنا عارفين وده الأشهر للعين يقولك أنا بشتكي من ضربات قلبي سريعة للعين يقولك أنا مش عارف أو أعمل أي مجهود بسهولة طبعا مع استبعاد كل الأسباب التانية سواء قلب سواء ضغط واطي سواء ضغط عالي سواء وجود أنيميا أي حاجة من الحاجات دي بعد استبعاد كل الأسباب التانية لا يبقى أحد الاحتمالات الموجودة هي كسل الغضة الدراقية عند حضرتك برضو زي ما حضرتك تفضلتي استمنى أو زيادة الوزن ده أحد أسباب كسل الغضة الدراقية عند حضرتك زي ما تفضلتي سقوط الشعر عدم انتظام الدورة الشهرية وده مهم جدا يعني احنا كتير من زميل خصائيين النساء والتوليد بيمشوا في سكة الرحم أو المبايد وبيهملوا الجزء بتاع الغضة الدراقية الاتراب الدورة الشهرية عامل مهم جدا وأحد الأسباب الرئيسية في أن يكون فيه مشكلة في الغضة ده بينتج عنه اتراف الدورة الشهرية وبالتبعية كمان ممكن يأثر على الإنجاب وده يعني أحد الأسباب المهمة جدا يعني عندنا برضو ممكن يأثر على الجهاز الهضمي يعني على حيئة امساك مزمن غير مفصر بأي من أسباب الجهاز الهضمي عندنا برضو زي ما قلت لحضرتك وتفضلت ممكن الضغط يكون واطي باستمرار أو عالي باستمرار ممكن بالجانب النفسي ممكن يعني يعني يصاب بكسل شديد وإحباط مستمر كل دي أعراض كسل الغضة الدراقية أما بالنسبة لنشاط الغضة الدراقية فهو الموضوع العكس حضرتك لو لقينا مثلا حضرتك حد أو شخص قدام حضرتك بيخس بطريقة ملحوظة في خلال 3-4 شهور كده والسبب غير ملحوظ طبعا تفضلت كنت عايزة أسأل حضرتك برضو السؤال ده يعني إمتى بيعمل على زيادة الوزن وإمتى الهرمون بيعمل على النحافين طيب تمام ممتاز هو زي ما قلت لحضرتك احنا فيه عندنا نشاط وفيه كسل الكسل هو أن هرمون الغضة الدراقية بيكون قليل ده بيعمل حاجة اسمها يؤلل معدل الحر اللي هو البيض الميتابوليك ريت بيكون قليل وبالتالي حضرتك ده بيؤدي لأن حضرتك الدهون تتراقم والوزن يزيد مع حضرتك إذن لما يكون فيه زيادة في الوزن أحد الاحتمالات اللي أفكر فيها هي كسل الغضة الدراقية أما يكون في حضرتك عندنا فيه انخفاض في الوزن أو تلاقي الحالة قدامك بتخس بطريقة ملحوصة جدا ده حضرتك نفكر فيه نشاط في الغضة الدراقية يعني هو ده وده طبعا هو تحليل واحد إحنا نعمله بس لازم نحطه في احتمالنا لو كان مننا بس نشاط الغضة الدراقية الأعراض بتاعتها حضرتك عندك زي ما قلت فقدان الوزن العين حس بضربات قلبي سريعة فيه عند حضرتك برضو اللي هو الالتهاب المناعي اللي هو الجريفز ديزيز العين بيبقى فيه جوحوص في العين تلاقي حضرتك يعني ناسف على هذا التعبير العين طلع لقدام شوية أحد الاحتمالات اللي يكون العين عنده المرض المناعي المزمن اللي هو الجريفز ديزيز برضو حضرتك عندك زي ما قلنا برضو التربات في الغضة الدراقية بتعمل برضو عدم انتظام دورة شهرية حضرتك العصبية تلاقي العيان اللي هو عنده نشاط في الغضة الدرقية في عصبية زايدة يعني حضرتك تلاقي كده داخل فيه نرفزة ده بيحصل فعلا الحاجة التانية تلاقي فيه رعشة في يديه غير مفسرة بأي الأسباب الطبيقة الأخرى بعد استماعات كل الأسباب التانية دي الأعراض اللي ساعتها أفكر ساعتها اللي أنا أعمل تحليل الغضة الدرقية عشان أشوف هل فيه كسل أو فيه نشاط وطبعا آخر حاجة طبعا لو فيه ورم فيه الرقبة اللي هو مكان الغضة الدرقية ده لازم أفكر اللي فيه مشكلة في التربات هرمونيات الغضة الدرقية وبالتبعية لازم أعمل التحليل طبعا أمتى دكتور بنفكر أن فيه مشكلة في الغضة الدرقية طيب تمام هو طبعا حضرتك يعني لو أنا لقيت أي من هذه الأعراض زي ما تكلمنا وقلنا سواء كسل أو نقصان على طول بسرعة احنا بروح نعمل التحليل لكن فيه ناس عندها ريسك فاكتور يعني إيه فيه ناس عندها يعني قابلية اللي هيكون عندها مشكلة في الغضة عن الناس التانية يعني حضرتك مثلا العامل الوراثي ليه جزء في هذا الكلام يعني مثلا حضرتك يعني بشرح حضرتك طبعا والدة الشخص أو والدته مثلا عنده مشاكل في الغضة الدرقية كذا حد في الأسرة عنده مشكلة في الغضة الدرقية تأخذ بالحضرتك يعني الغضة دي برضه بتيجي برضه وراثة يا دكتور فيه جزء منها وراسها لكن السبب المهم ولو احنا اتكلمنا على الاسباب هو السبب المناعي لكن انا بقول دلوقتي امتى يبقى الشخص ده يعني افكر او اللي روح يعمل تحلول وضع دراقية طبعا بجانب الاعراض اللي انا قلتها كلها اللي هو يكون عنده ريسك فاكتور يعني عنده قابلية لهذا زي ما قلنا طبعا يكون مثلا الدورة غير منتظمة وزن زايد غير مفصر مثلا الست ما بتحملش بقالها مثلا 3-4 سنين وطبعا راحت لدى كاتلت النساء وفيش مشكلة في المبايد ولا في مشكلة في الرحم بعد عمل التحليل بيلاقي فيه مشكلة في الغضة الدراقية يا فندم ده طبعا يعني الحاجات دي احنا لازم نفكر فيها ولازم نقول للحالة اللي قدام انت عندك ريسك فاكتور انت تعملي تحليل الغضة الدراقية طب هل ده يا دكتور بنكتشفه ساعة ولادة الطفل ولا ده بيصهر بعد كده يعني طبعا ده سهل مؤمي جدا يعني طبعا وزارة الصحة المصرية عاملة تحليل اجباري اسمه تحليل الغضة الدراقية اللي هو بتاع الكعب اللي هو من سبعة اللي هو واحد وعشرين يوم زي ما حضرتك يعني حضرتك اي بيبي لازم بيروحوا يسجلوا بيقولولوا انت حضرتك من سبعة لواحد وعشرين يوم لازم بنسحب عينة اللي هي العينة الكعب اللي هو التي اس اتش وبياخدوا رقم تليفون الاب مثلا او الام تاخدوا لحضرتك وبيتصلوا في حالة وجود مشكلة في الغضة الدراقية بيتصلوا طبعا حضرتك المشكلة دي بتاعت الطفل دي طبعا مشكلة مهمة جدا انا امكن جزء انا ما قلتهوش ان الغضة الدراقية بتأثر على النمو المخ او على الزكاية تاخدوا لحضرتك فالولد او البيبي اللي عنده مشكلة في الغضة الدراقية لو ما تعالكش بطريقة صحيحة تاخدوا لحضرتك ومن اول الولادة بتاعته ممكن يحصل أو يحصل تأخر في النمو العقلي وتأخذوا لحضرتك وطبعا يحصل تأخر في النمو بالتبعية وتأخذوا لحضرتك لكن مهمة جدا مهمة جدا اللي احنا نعمل تحليل الغضة الدرقية للبي بي من المواليد الجديد من سبع تيام لواحد وعشرين يوم طبعا يعني هي كده ممكن يا دكتور كده ان هي يعني تعمل مشكلة جامعة اه طبعا هو حضرتك الغضة الدرقية بالنسبة للعائل مهمة جدا حضرتك احنا زي ما قلنا الاعراض دي كلها والغودة الدراكية بتحكم في الحاجات دي كلها لكن حيثة الزكاء وحيثة النمو مهمة جدا وبرضو انا عايز برضو يعني انبه السادة المشاهدين على نقطة معينة وهي قصر القامة طبعا هو مش موضوع الحلقة بتاعتنا لكن اهم السبب غودة دي لقصر القامة هو نقص هرمون الغودة الدراقية يليه نقص هرمون النمو وليس رقم واحد نقص هرمون النمو يعني احنا لو لقينا عيل زغير ما بتوالش زي زميله في المدرسة تأخذوا لحضرتك من النقطة دي في مشكلة عنده في النمو بتاعه اول تحليل بروح اعمله دلوقتي على طول الام تفكر او الاب يفكر اللي هو لازم يعمل تحليل الغودة الدراكية لاستبعاد ان النمو بتاعه واقف علشان فيه كسل في الغودة الدراكية طب هل يا دكتور اتراب الغودة الدراكية ممكن يؤدي الى الحاجزة في العنين المركزة؟ والله وده سؤال مهم جدا انا زي ما قلت في بداية الحلقة احنا عندنا حاجتين يعني عندنا نشاط وعندنا كسل طبعا الكسل ممكن يؤدي الى حضرتك لو الحالة ما تشخصتش وقعدت فترة كبيرة عندها كسل في الغودة الدراكية او كانت متشخصة لأحد الاسباب اللي احنا حنسرتها بعد كده ان شاء الله اسباب كسل واسباب نشاط والعيان ما بيخدش علاجه خالص في الكسل حضرتك بيؤدي الحاجة اسمها المكسيديما كومة ايه المكسيديما كومة ده؟ هو نقص شديد في هرمون الغودة الدراكية اللي يؤدي الى ان العيان يكون فيه اطراف في درجة الوعي الحالة اللي زي دي بتستدعي اللي احنا نحجز المريض فيه العناية المركزة وبنديله علاجات الليفوثيركسين او الهرمونات الغودة الدراكية وطبعا بيكون احنا بنزبط طبعا معدل التنفس وبنديله محاليل ولازم ندف فيه عشان بيكون درجة حرارته قليلة عن الطبيعي انت اخذوا لحضرتك طبعا بالنسبة لنشاط الغودة الدراكية ممكن برضو العيان لو عنده نشاط في الغودة الدراكية وحضرتك ما تعاليكش ده نقطة مهمة جدا اللي احنا ممكن يكون احد الاسباب اللي يخش في حاجة اسماء ايف اللي هي اترياف فيبريليشن او زيادة نابضات القلب الغير المنتظمة وممكن العيان يخش معنا في سيروتوكسك كريسيز اللي هو زيادة شديدة في هرمون الوضع الدراكية اللي بيؤدي بالتبعية الى الحجز في العناية المركزة وده احد الحاجات اللي ممكن تؤدي الى الوفاة يعني حضرتك احنا لو معلجناش النشاط او الكسل في الدراجات الكسوى دي الحاجات اللي بتدخل العناية ممكن تؤدي الى الوفاة حالي دكتور في ارتباط بينها وبين السمنة وطبعا ده سؤال مهم جدا وخليني اوجه اجابة هذا السؤال لشقين الشق الاول للاستاذ المشاهدين والشق التاني لزميلي طبعا يعني احنا دايما في المؤتمرات عندنا طبعا اساد زيتي البشرف بيهم في وحدتي بيعلموني دايما ان احنا عندنا في علاقة ما بين السمنة وبين الهرمون الغودة الدرقية لكن يعني خلينا نقول الجزء بتاع السادة المشاهدين لو في السمنة مفرطة غير مفاسترة وبعد حضرتك ما بتعمل ضايت وماشي على الحاجات اللي ممكن تنزل الوزن احد الاحتمالات اللي احنا لازم نعمل تحليل الغودة الدرقية عشان ممكن يكون فيه كسر في الغودة الدرقية لكن الجزء التاني اللي انا بوجهه الزميلي السادة الاطباء ان فيه علاقة طردية بين التي اس اتش اللي هو هرمون الغودة الدرقية اللي احنا بنشخص به الحالة وبين السمنة يعني ايه التي اس اتش بيزيد شوية مع زيادة الوزن واللي اثبت ذلك الدراسات بتقول اللي احنا بعد ما بنعمل برياتريك سيرجري او جراحة نستهزينك دكتور بس نش وقت تلحدنا عدة النهاردة تمام احنا بس عاملين مفاجأة جميلة كده يوسف رسام عاملين مفاجأة جميلة كده زريفة كده لحضرتك تمام يا ربي بس تعجب حضرتك حاجة بسطة جدا يا دكتور اشتركوا الاسبوع القادم اشتركوا الاسبوع القادم اشتركوا الاشتركوا في القناة شكرا لكم